إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة يستعمله وأخص بالذكر هو الإخوة المكروفين والأخوات المكروفات هذا التطبيق يدعى بلوحة مفاتيح اكسبرير أو كلابي اكسبرير لماذا يودون أو يفضلون استعماله لأن هذا التطبيق متميز بالكتابة بضغطتين وليس بضغطة واحدة كلوحات مفاتيح أخر يعني سنتبق إليها في حصص أخر أو في شرحات أخر بإذن الله عز وجل قبل أن أشعر في شرحي لهذا التطبيق أو كيف يتضبط إعداداته والتحميل اللغات إلى آخره أرجو منكم أن تدعموا القناة بزر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصدكم كل شديد ولا تنسوا الضغط على زر اللايك لكي تستمر فيديوهات من هذا النوع بإذن الله عز وجل وكما لا تنسوا مشاركة فيديوهاتنا مع إخوانكم وأخواتكم لكي تعمل فائدة على الجميع بإذن الله عز وجل إخوانكم بدون إطلاع نذهب إلى بارامتر أو الإعدادات إعدادات كما نسم Take care ندخل عليها Сейчас نقوم بعملية 16-ما هكذا أنا لماذا أقوم بعملية التجمع هكذا لكي يستفيد الجميع بإذن الله عز وجل إخوان المشاركة أو المغاربة نضغط على هذا الخيار ونسحب مرة واحدة نضغط عليها اللغة والمدخلات اللغة والمدخلات أو اللغة والإدخال نضغط عليها ثم نسحب حتى هنا لدينا ثلاث لوحات مفاتيح أنا مثبت ثلاث لوحات مفاتيح أو مثبت لوحتين فقط لأنه اللوحات لوحات مفاتيح تأتي مع الجهاز لدينا ثلاث لوحات نضغط عليها ثم نسحب حتى نجد كلمات جسينة جسينة اللغة والمدخلات اللغة والمدخلات اللغة والمدخلات لدينا ثلاث لوحات المفاتيح نضغط عليها ونسحب نسحب هنا أول شيء نعمل لها اكتيفي هي كانت غير مفاعلة أنا فعلتها فعلتها مسبقا أول شيء تلقوها ديزاكتيفي هي غير مفاعلة أنا فعلها ونفعلها نسحب حتى نجد كلمات أو بمعنى باللغة العربية موافقة ونسحب حتى نجد كلمات هكذا بعد ما فعلنا لوحة مفاتيح اكسبرية هي أول مرة كيتربطوا التطبيق لوحة مفاتيح اكسبرية لازم تدخلوا للبارامتخ اللي هي الأعدادات بعدها الى ما نسح جيسين باللغة تطيير تضغط عليها ثم تسحبوا حتى تشدوا كلمة جيسين أي بمعنى مدير اللوحات المفاتيح نضغط عليها أول شيء أول مرة تبتوا كلافي اكسبرية هو يكون غير مفاعل يعني تلقوه نلقوه هنا في الجيسين ولكن نلقوه من ديزاكتفي نحن نعودو نفاعلوها فقط نشغلوها بعد ما نشغلو اللوحات المفاتيح إكسبرية هذه نحن نخوش مرة واحدة نشغلوها ونسحب حتى من اليمين إلى اليسار انطبئ لوحة المفاتيح الافتراضية لوحة مفاتيح لوحة مفاتيح الافتراضية لوحة مفاتيح نضغط عليها تحديد لوحة مفاتيح تحديد لوحة مفاتيح إذا الشترح وتحديد لوحة مفاتيح على الطرور نترتونا لغة و الغغة لغة و الغغة لغة و الغغة لغة و الغغة أramentك فقط الثقل في الانترنت يعني الترجمة معيش كدت الشغل اشتركوا في الانترنت 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 اشتركوا فيامنا نحن نسحب من الأول نسحب من الليلة اليمين إلى صفحة الأول تحديد اللغات نضغط عليها نسحب من القوى نسح اب integration قومنا بالأخآ بتنجاح هنا قليلاً تحميل اللغة تحميل اللغة نحن نقوم بحديثة لنقوم بحديثة نحن 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 نقوم بحديثة نحن نضغط على نعم 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 يدعب لنا بعض نعم 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 نسم بين ع itu اطلاق 是的 نожалه هو عرض ضع يعني إخوة هدو اللغات بكول ميهم ونش حتى نصلوا اللغة العابية الخرصان،蔡هدس لا توجيس واسبكس،ي idé低ول خربية للور Becky ترجمة نانسي قنع 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 ترجمة نانسي قنقر 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 صراحة أنني لم أتعود على الكتابة بها بضغطة أو قد كتيب في مثلا صوات وهكذا يعني قد تمكنت من كتابة مثلا سأخطع مثلا صورت الناس بصوت ماهر المعيقلي صورت الانشراح صورت الانشراح كتبت صورت فقط وظهر لعدة نتائج إخوة الكرام كما قلت لكم رابط التطبيق ستجدونه أسفل عربة الوصف إن شاء الله أعتدد عن الإطارة في هذا الفيديو صراحة الشرح يستحق أو التطبيق يستحق هذا المدة فأتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالشيء القليل تحياتي لكم السلام عليكم نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله تحياتي للجميع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة